السلام عليكم متتبعي القناة مرحبا بكم في صفحة الواحدة والثمانون من كتاب في رحاب اللغة العربية للمستوى الثاني ابتدائي اليوم إن شاء الله مع الكتابة الانتاج الكتابي الحصة الأولى أفهم الموضوع أمضغ الطعام جيدا الموضوع هو أمضغ الطعام جيدا لماذا أمضغ الطعام جيدا حتى أسهل على المعدة وباقي الجهاز الهضمي هضم ما آكله أولا ألاحظ المشاهد لنلاحظنا المشهد الأول هو ليدين وسطهم صابون ثم صابونة وماء إذن فهنا هذا الشخص يغسل يديه بالماء والصابون هنا هذا الطفل يتناول طعامه وهو عبارة عن كسكس كذلك هنا الطفل يحمل على ظهره محفظة ويودع عائلته لينطلق إلى مؤسسته ثانيا أشارك في كل مشهد بتوقعاتي إذن أنا أتوقع ماذا إذن أنظف يديه بالماء والصابون والصابون قبل تناول الطعام قبل أن أتناول الطعام يجب أن أنظف يديه بالماء والصابون أتناول الكسكس وأمضغه جيد أنطلق إلى مدرسته باكرا أنطلق إلى مدرسته باكرا أتعى صلاف الموعد المحدد إذن أنظف يديه بالماء والصابون قبل تناول الطعام أتناول الكسكس وأمضغه جيدا أنطلق إلى مدرسته باكرا الحصة الثانية أبني فقرة بمفرد أكمل الفراغ بما يناسب قالت المتعلمة أنا و و قالت المتعلمة أنا أتناول أتناول طعامي وأمضغه وأمضغه جيدا يعني عند تناول الطعام يجب أمضغه جيدا حتى نسهل عملية الهضم و أنظف أسناني يعني بعد تناول الوجبة يجب أن نقوم به تنظيف أسناننا من الشوائب أو الطعام الذي يبقى عالقا بها حتى لا نؤديها الآن نمر إلى القراءة المشتركة طفل نظيف طفل نظيف يعني أنه لباسه نظيف وكذلك جسمه نظيف لذلك فهو طفل نظيف يهتم بنظافة جسمه ونظافة ثيابه أنا طفل نظيف وأنيق بالفرشات والسنون أنظف أسناني وبالماء الدافئ أغسل أطرافي وبالمشت أمشط شعري أنا طفل نظيف لأن النظافة من الإيمان طفل نظيف أنا طفل نظيف وأنيق يعني نظيف التياب والتياب والجسد وأنيق يعني ألبس ثيابا تليق بي بالفرشات والسنون أنظف أسناني إذن عند تناول وجبة من الوجبات يجب علينا أن ننظف أسناننا بالفرشات والسنون لكي نحافظ عليها من التسوس وبالماء الدافئ أغسل أطرافي بالماء الدافئ يقوم بغسل أطرافه لماذا بالماء الدافئ حتى لا تمرض أطرافه لأنها تكون يعني في حداء ولا يجب عليه غسل بالماء البارد وبالمشط أمشط شعري لا بد من الاهتمام كذلك بالشعري وذلك بمشط بالمشط أنا طفل نظيف لأن النظافة من الإيمان فالنظافة من الإيمان الذي يعني يحافظ على نظافة ثيابه ونظافة جسمه فيوصف بأنه من المؤمنين لأن النظافة من الإيمان ترجمة نانسي قنقر